السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم في درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى الاشتراك بالقناة قبل أن تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن درس أساسي باللغة الإنجليزية وهو pronouns الضمائر بحالة objective case بحالة المفعول به إذن الضمائر بحالة المفعول به نستخدم هذا الضمائر بحالتين أو موقعين أو موضعين في اللغة الإنجليزية انتبه معاي وتابع النهاية الفيديو نتعلم كيف نستخدم هذه الضمائر بحالة المفعول به طريقة صحيحة طريقة صحيحة وسهلة في اللغة الإنجليزية تعلمنا بفيديو سابق عندنا الضمائر بحالة الفاعل إذن هذه الضمائر بحالة الفاعل تأتي في بداية الجملة لكن حديثنا عن الضمائر بحالة المفعول به لدينا give الفعل give يعطي مثلا أريد أن أقول أعطيني أو أعطني give me إذن أعطني give me give him أعطيه give her أعطيها give it أعطيه وأعطيه لغير العاقل give us أعطينا give you أعطيك أو أعطيك give them أعطيهم إذن هذه الضمائر بحالة المفعول به إذن سبع ضمار me him her it us you them give me يعني أعطيني نعرف إذن لغير العاقل أنا غير الإنسان ممكن نتكلم أعطيه مثلا don't لتكلم أعطيها cat للقطة إذن نفسها give it it أستخدمها لغير الإنسان مفرد غير الإنسان give us أعطينا هنى هذه هي us give us اللحظة الفعل give نفسه لكن تغير النهاية هذه النهاية باللغة العربية نسميها ضمير متصل يتصل بالفعل لكن باللغة الإنجليزية لا يوجد عندهم يتصل بالفعل لكن هذه الضمائر يقابلها الضمائر باللغة العربية المتصلة give you أعطي كا اللحظة الكا هذه أعطي كي أعطي كما أعطي كنا وأعطي كم هل الكا كي كما كن كم هي نفسها you إذن لنعرف you ترجمتها أنت أنت هاي بحات المفرد أنتما وأنتم وأنتن هي نفسها ترجمة you give you أعطيك give you أعطيك give you أعطيكما give you أعطيكم give you أعطيكنا نفسها you them أيضا أعطي هم هل هم هي them أعطي هما أيضا هما هي them أعطي هن أيضا هن هي نفسها them give them لاحظ خمس ترجمات ممكن شخص يقول أعطيهم أعطيهما بتضيع عليه الأمور لا سهلة خلص يعرف أنه them هم هما وهن إذا الضمار بحالة الفاعل نعرف I تصبح me he تصبح him she تصبح her it it we us you you they them بهذا الشكل سبع ضمار بحالة الفاعل هذه تأتي قبل الفعل لدينا بحالة المفعول به أيضا سبع ضمار إذا ضمار بحالة الفاعل I he she it we you they لازم أبصمهم بصم باللغة الإنجليزية مهمة عند التحدث عند الكتابة ضمار بحالة الفاعل لكن درسنا عن ضمار بحالة المفعول به I me him her it us you them 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 لدينا لدينا أنتبع it نفسها بحالة الفاعل وبحالة المفعول به الفاعل يعني إنتبعي ببداية الجملة المفعول به يأتي بعد الفعل أو بعد حرف الجر راح نشوف بعد الفقرة هذه أيضا يو نفسها بحالة الفاعل وبحالة المفعول به I, me, he, him she, her it, it we, us you, you they, them هذا المجموعة تأتي بعد الفعل وهذا المجموعة قبل الفعل في بداية الجملة إذن هذه الضمائر تأتي بعد الفعل أو بعد حرف جر مثلا أحمد took يعني أخذ أحمد took me أخذني took him أخذه took her أخذه took it أخذه وأخذه لغير العاقل لغير الإنسان give us أخذنا give you أخذك give them أخذهم لاحظ أحمد took me أحمد took him أحمد took her took it took us took you took them أيضا أيضا تأتي بعد حرف جر مثلا both of us يعني كلانا both نعرف كلا both of us كلانا لا نقول both of we هذا خطأ both of them كلاهما نلاحظ لا نقول both of they إذن خطأ أيضا both of you كلاكما بعد حرف جر إذن of حرف جر نستخدم الضمير بحالة المفعول به كما نعلم I الجمع منها we he she it الجمع منها they we هي نفسها جمع و مفرد لاحظ both of us لأنه عدنا we us both of them لا نقول both of they إذن both of them both of you إذن كلاكما إذن هاي الضمار بحالة مفعول به تأتي بعد الفعل وتأتي بعد حرف الجر إذن كما قلنا هاي الضمار me him her it us you them كيف استخدمها do you know that man هل تعرف ذاك الرجل إذن دون ترجمة هل أنت تعرف ذاك الرجل ممكن نستخدم الضمير بدل عن that man نستخدم him do you know him هل تعرف هو يا من that man ذاك الرجل she gave mary a present يعني هي أعطت mary هدية ممكن نحذف mary نستخدم hair she gave her a present هي أعطت هدية i really like the children أنا حقا أحب الأولاد ممكن نستبدل them be the children تصبح i really like them أنا حقا أحب هم من يعني أقصد بها the children could you please help the dog هل من فضلك أن تساعد الكلب أيضا ممكن أستبدل the dog be it could you please help it help بمكانيكا مساعدته مساعدة من the dog إذا لاحظ ممكن أن نستبدل الاسم بضمير بحالة objective case ضمير بحالة المفعول به لماذا لأنه بعد الفعل بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن pronouns in objective case ضمائر بحالة المفعول به بشكل مفصل من خلال الترجمة لهذه الضمائر كيفية استخدامها بعد الفعل أو بعد حرف الجاب أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته